السلام عليكم يا رب تكونوا بألف خير النهاردة جاي أقدم لكم وصفة سمك بالزيت واللمون بجد تحفة جدا جدا هتوفري في كمية الزيت اللي هتستخدميها لأي نوع سمك إن شاء الله وأي كمية بمعلقتين زيت اتنين بس هتعملي أحلى سمك زيت ولمون طعمه خيالي يا جماعة رهيب إن شاء الله تجربوا الوصفة وبجد هتدمنوها ودايما هتعملوها ولو ولادك زي ولادك كده مش بيحبوا السمك والدوائيهم الطعم ده والنوع ده من السمك بجد تحفة هيحبوه يطلبوه مني كل يوم الزيت واللمون للسمك خطير وزي ما قلت هتعملي أكبر كمية مشرف جدا 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 في العزومات أقطعمه أكتر من رائع انسي سمك المطاعم وهتعمليه في البيت بأحلى تدبيلة إن شاء الله امشي معاي على الخطوات وكمان لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو ويلا بينا على بركة الله نشوف الطريقة ونشوف المقادير ونشوف أحلى طريقة للسمك إن شاء الله تعمليها أنا النهاردة هستخدم سمك بوري عايز أقولك أي نوعية سمك بتحبيها أنت وولادك ممكن تعمليها بالزيت واللمون يعني ممكن نعملها بالسمك البلطي وكمان ممكن نعملها بأسماك المجمدة زي الروسي والأسماك اللي زي كده وأنا كمان النهاردة مستخدمها بوري وهستخدم واحدتين بس من البوري معايا خمس لمونات وهستخدم زي ما قلت معلقتين زيت اتنين وهعايرهم معاكو في المعلقة علشان تتأكدوا ونكون كده بكل مصداقية واخدين الوصفة وتثبت في دماغكو وتقوم تنفذيها في أي نوع سمك أنت بتحبيه وبجد لو عندك عزومة بجد هتشرفك انسي بقى السمك المقلي وانسي السمك المشوي وانسي التفاصيل التانية دي خالص خدي الطريقة دي مني واعتمديها إن شاء الله والذيك هيحب نوع السمك ده جدا 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 الزيت واللمون في الأسماك ببقى تحفى تمام؟ أنا هنا دلوقتي زي ما قلتلكو هستخدم خمس لمونات ليه؟ لأن اللمون بتاعي أصلا حجمه صغير وما فيهوش ميا كتير لو انت عندك لمون كبير وفي ميا كتير يعني ممكن تعيري ربع فنجان من عصير اللمون تمام كده؟ نبسك بس كل الخطوات معنا علشان في ناس يعني عايزة أقولك كمان كمية اللمون تي براحتك حابة تزوديها لو انت بتحبي مزادة اللمون قوي أو تقليليها سنة صغيرة تمام؟ ولكن هو أفضل مش أقل من كده علشان طعم اللمون يكون واضح كلنا عارفين إن أي نوع سمك بيحب اللمون جدا 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 مزازة اللمون في الوصفة دي هيلة وشوفي بقى هنوفر زيت وانسي بقى المقلي وانسي الحاجات دي وكمية الزيت اللي بتهدريها واجربي الوصفة دي في أي نوعية سمك تمام؟ أنا بوريكو هنا إن ده في حدود ربع فنجان من عصير الليمون الصافي نجيب معلقة بس كبيرة كده علشان نعاير الزيت مع بعض آدي معلقة ودي التانية بس كده طبعا أنت لو هتضع في كمية السمك هتزودي بس مقدار اللمون ولكن الزيت سابق معنا تمام؟ بتزبطي بقى الملح على حسب كمية الزمك السمك بتاعتك أنا هنا مستخدمة نصف معلقة صغيرة من الملح للوحدتين السمك بتوعي طبعا كسبرة نشفة كسبرة مجففة مطحونة ناعم زر بسيطة كده من الفلفل الأسمر بتديكي طعم تاني خالص كمان هنا الكمون بزودة في الكمون شوية ومستخدمة معلقة كبيرة أنا هنا كمان حطيت نصف معلقة من البابريكا علشان تزبط معايا لون السمك في الفرن تمام كده؟ تفاصيل معاكوا واحدة واحدة هدوب الزيت واللمون والتوابل والملح مع بعض كده بالمعلقة تمام؟ هعمل معاكوا كمان خلطة طحفة جدا جدا لحشو السمك ممكن تعتمديها في السمك السنجاري أو تعتمديها في أي نوع سمك أنت بتحبيه حتى لو سمك مشوي بالرده ممكن تحشي قلبه بالتدبيل اللي هنعملها مع بعض دي بصين ثلاثة كده من التوم هدوبهم كمان ويا خلطة الزيت واللمون والتوابل اللي احنا عملناها الشكل ده عايزة أقول لكم أن أنا كنت عاملة بوري مشوي وكلنا عارفين طعم البوري المشوي بالرده عامل إزاي وجماله ولكن طعم السمك بالزيت واللمون ده بجد يعني اللي ده ده وده ده نسينا خالص إن إحنا كنا عاملين سمك مشوي بوري وبجد الخلطة طحفهيلة من جمالها لكل حبها يعني الوحدتين دول كل نكلنا منهم واسبنا السمك البوري تمام؟ أبدأ أخد كده من الخلطة وأحط جوه السمك بالنسبة بقى للسمك متنظف متشال بطنه متشال منه القشر ومتشال راسه زي ما أنتوا شايفين أهم حاجة النظافة طبعا كلنا اللي هنعمل في بيوتنا إحنا اللي هنأكل ونتوسط بموضوع النظافة ده علشان السمك بتاعك يطلع طعمه حلو وكل يحبه تمام؟ وكمان السمك طول ما أنت بتجي بيه طازة أكيد طبعا ما بيكونش فيه نسبة زفارة عالية تمام؟ حبه بقى تقطعي السمك زي ما أنا وقطعه مشرحة كده أو بتشريحتين خفاف براحتك أنا عملت كده علشان يتشرب معي التدبيلة أسرع أنا عملته كده وهاركنه نصف ساعة في التدبيلة دي يتبقى معي بس معلقة كده من خلطة الزيت واللمون والتواب اللي أنا كنت عاملاها قطعت فيها بصلة صغيرة زي ما أنتوا شفتوا حجمها وكمان قطعت طماطمية صغيرة وهياخد كمان نصف واحدة فلفل لقطعها وهي الطماطم والبصل زي ما احنا شايفين كده وثلاث أو أربع أعواد بس من الكسبرة الخضرة أو الشبت الشبت كمان هيدي طعم حالو لو ما عندكي الشبت ألا شبت بس ممكن تستخدميه كسبرة بقدوني الشبت أي نوع فيهم ناخد بس في حدود خمس أعواد كده ونقطعهم هقلب الخضار بتاعي ده في باقي التدبيلة بس هزوده سنة ملح سيكة بسيطة كده علشان تثبت معي الطعم للطماطم والخضار تمام كده ودي الخلطة بقى اللي أنا هحشي بيها بطن السمك بالزيت واللمون وزي ما قلتلك تعتمديها في السمك السنجاري وكمان تعتمديها في السمك المشوي بالردة حلو جدا لو أنت فتحت بطن السمك المشوي بالردة وبتحطي فيه الخلطة دي جبت الصينية بتاعتي اللي هتدخل الفرن أي قالب عندك فيريكس ألمونيوم أي نوع أنت بتدخلي الفرن حطيت في السمكة بس اديت ودهنة كده من الزيت حطيت السمكتين بتاعي بالشكل دول وهبدأ إن أنا أخد التدبيلة بتاعتي وأحشي بيها بطن السمك بس تمام؟ إذا أقول لكم بقى كان طعم التدبيلة دي بجد حلوة كل حاجة في السمك التكلت من جمالها وحلويتها بجد كل حاجة أكلناها زي ما قلتلكوا إحنا الخمسة أكلنا في السمكتين دول وينسينا خالص إن إحنا عاملين سمك مشوي بوري بالردة بجد يعني الطعم يختلف تماما طعم فاخر بجد طعم طحفة يعني بجد أكل مطاعم هايل بجد لو هتعملي نوعية سمك في عزومة أكيد طبعا العزومة دي لازم ما تخلاش من السمك بالزيتل واللمون طحفة كده حشية البطن زي ما إحنا شايفين بوريكه الحشوة جوة شكلها حلوة كمان رحتها حلوة جدا مبدئيا هبدأ بقى بقى التدبيلة دي أحطها على وش السمك علشان يلون معايا ياخد لون حلو كده وكفر يكون مقرمش تمام يعني عملنا سمك مقلي بأقل كمية زيت وكمان لونه حلو وكمان هيطلع مقرمش معانا من بره وجميل حط بس شريحتين لمون كده كشكل للتزيين مش أكتر على وش السمك بالشكل ده وخلاص كده بيكون السمك بتاعي جاهز إنه هو يدخل الفرن تمام؟ تحبي بقى تعملي جنب منه أي نوعية رز بتحبيها رز صيادية بالبصل البني أو تعملي رز أبيض بالزبدة أو تعملي رز حباية وحباية أي نوعية رز بتحبيها جنب السمك تفضلي عمليها طبعا هتبقى حالوة يعني بتاكل مع أي حاجة ده هنا سمك بوري أنا هشوي ما جبتش طريقته لإني سهل جدا أنا بخزل السمك وبديله بس كفر من الردة كده بحط في الردة وبيدخل الفرن فأنا جاهزتهم لتنين مع بعض عشان يخشوا الفرن سوا تمام؟ السمك الزيت واللمون مش هياخد منك أكتر من عشر دقائق في الفرن هم عشر دقائق بس هتلاقي استوى أخد اللون التحفة جدا ده بأقل نسبة زيوت زي ما قلنا أنا عملت هنا جنبه رز بالزبدة كان طعمه تحفة جدا ورز أبيض بس من غير أي إضافات تانية وعايز أقول لكم بجد كان هايل بجد عجبنا جدا 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 عملت كمان جنبه صلعة خضرة تقدري تعملي جنبه صلعة الببغة النوب بتنجان مشوي تقدري تعملي جنبه شوية طماطم كده محشية بالتوم والبقدونس بتبقى هيلة جدا كمان تقدمي جنبه اللي انت عايزاه وأكيد زي ما قلتلك لو عندك عزومة ما تخلاش من النوع ده لأنه بجد يشرف يخليك كده ترفعي القابتك كده وتقف في فخورة بنفسك ان انت عاملة نوعية السمك دي أحلى من المطاعم بجده أتمنى تجربوا الوصفة وتعجيبكو وكمان ما تبخلوش علي باللايك وبالهن أشوفكم الفيديو الجاي على خير باي باي